كما وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتصدي الجرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بمحافظتي السويس والجيثة باستمرار للضربات الأمنية الحاسمة التي توجهها الأجهزة الأمنية لتجار ومروج المواد المخدرة والتي تعكس يقاذتها وضقة عمليات الرصد والمتابعة لإقطع الطريق أمام هذه العناصر الإجرامية لترويج سمومهم القاتلة وبما يحمي الشباب من الوقوع فريسة للإدمان في هذا الإطار رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير مرخصة وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة نشاط عنصرين إجراميين تخصص في نقل مخدر الحشيش بكميات كبيرة بمحافظة السويس وتروجها على عملائهم بجميع أنحاء الجمهورية عن طريق إعداد مخازن سرية داخل سيارة نقل بعيدا عن الرصد والمتابعة الأمنية عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حل استقلالهم السيارة المشر إليها بنطاق قسم شرطة الجنايم بالسويس ونجحت الإدارة في ضبط ستة آلاف تربة لمخدر الحشيش تزن ستمائة كيلو جرام وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 42 مليون جنيها واستكمالا لتلك الضربات وإحباط محاولات الجلب والترويج فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفي ضربة أمنية حاسمة بالتنصق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالاشتراك مع مديرات أمن الجيزة تمكنت من ضبط أحد العناصر الإجرامية تخصص في الاتجار بمخدر الآيس مؤتخذا من دائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة مصرحة لمزاولة هذا النشاط الإجرامي وبحوزة كمية من مخدر الآيس تزن 50 كيلو جرام وتقدر قيمتها المالية بـ 50 مليون جنيه هذه الضربات الأمنية القوية التي تحبط محاولات الجلب والترويج إنما هي تأكيد على يقظة واحترافية الأجهزة الأمنية لتصديها الحاسم لمحاولات إغراق البلاد بالمواد المخدرة فهذه الضربات الاستباقية تسهم في حجب كميات هائلة من المخدرات عن البلاد